صباح النصر صباح الجمال صباح الدوري صباح كل حاجة حلوة حاجة مشرفة جدا والله وقالف مبروك لينا والكل طبعا جماهير الاهلي وإدالته وجهازه الفني حاجة جميلة وتفرح فعلا وتشرف ويمكن تتويج للفرحة دي كان البرقية اللي أرسلها السيد الرئيس مرح فورا بعد الفوز وتركيزه أكتر كان على الروح والأداء اللي قدم به لعيبة جدا والرجولة والأداء اللي احنا شفناه بصراحة حاجة هاي شانا توقعنا ده مع بعض انا فكرة تسبوع اللي فات تكلمنا وقلنا على فكرة كان بداية ان احنا نتكلم عن انه احنا كسبانين اتنين واحد يعني مخسرناهش يعني مخسرناهش لان احنا كنا شايفين ساعتها فيه نغمة طالعة كده البطولة بتروح من ايه؟ هو كان يعني على اساس كان ممكن ان نتطمن اكتر واحنا رايحين عشان عادي بس لو كنا استسلمنا لدحس عن الشماعات والمبررات والحاجات دي كلها وهو قلق بشوة جدا يعني قلق بكين وانت فاكر ان انا بقول كده وانا كنت متطمن يعني ابدا ابدا بغاية اخر لحظة بارح حتى بعد تعادل انت قاعد قلقان وقعد يعني ده انا عمليها 8 دقايق 7 دقايق والله العظيم بارح بتحسب السواني يعني وال8 دقايق الوقت بدل ضيق دي الحقيقة كان مفاجأة لي انا بتفاكر ان احسب 20 دقايق هو بعملك تسيمة امبارح اداء يعني احنا مش عارفين نقول لكيه صراحة حاجة ولا اروع حقيقة والله العظيم اداء بيك انذر 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 ورغم ده برضو الحمدلله يعني يعني التحكيم الحقيقة لازم يتوقف عنده برض يعني برض النظر عن اي حاجة لازم يتوقف عنده طبعا الحاجة الوحيدة في التحكيم الحلوة مبارح انه بعد هدف التعادل كان ممكن يبقى فيه ضغوط شديدة عصبية على السيمة لكن ده ما حصلش يعني فيه ادعاءات كتيرة بالاصابة من لعبة الولاد ومع ذلك برضو هو لم يستسلم ليها يعني كان ممكن ولقطات العنف اللي حصلت برضو ما كانتش قلطة في حاجة ابدا يعني صراحة لكن اجمالا اجمالا احنا الحمدلله سعداء جدا بأداء الاهلي حتى احنا رفضنا الاسبوع اللي فات نركز على التحكيم لانه كتير بقى من الناس اللي هي تعودت على البحث عن شماعات وكده يطلع يقولك يعني انتو مثلا الناس قالت لك يعني لو كنتو كسبتو اتنين صفر كان الحكم هيبقى حلو لا يا الفكرة مش كده طب لو كنتو كسبتو اتنين صفر او تلاتة كان الشوالي هيبقى حلو يا صام الشوالي يعني انتفهم قصلي يعني فيه ناس انا كان تركيزي على حاجة مهمة جدا من وقت ناظري اشتركوا في القناة